ما هي مسببات الاضطرابات النفسية؟ مسببات عديدة وكثيرة ولا يمكننا بالحقيقة إحصائها أعطيك على سبيل المثال مثلا عامل الوراثة كما قلت أحيانا تشوف في عائلة في اكتئاب مرض اكتئاب نشجدة للعمة للأم للأب وهذا يجوز على اتنين يعني ساق مؤمن أو غير مؤمن نحن بشر نحن بشر نحن مؤمنين بشر نصرنا أنصف آلية هل سنرى في العلاج كيف أن الله يعمل في حياة المؤمن بشكل رهيب وعجيب أكثر من حياة غير المؤمن ليس لأن هذا أفضل من ذلك ولكن لأنه أسلوب العلاج هنا يختلف عن أسلوب العلاج هناك لكن هناك أيضا صدمة تروما بحياة ولد أو بنت تعرض للتحرش أو الاغتصاب بعمر مبكر خاصة من فترة مستمرة وخاصة من شخص قريب أنا أريد أن أقول للأهل لا يكونوا نييف لا يكونوا مغفلين بسطاء نحن نقول للأولاد نتبهوا من الغرباء نتبهوا في المدرسة نتبهوا من الأولاد واحد من كل أربعة في نورث أمريكا ويمكن نسبة متشابهة في أماكن أخرى من الناس والآن ربما النسبة تغير للأسوأ تعرض للتحرش الجنسي في عمر الطفولة عمر طفولة من عمر 13 ومدون تعرف من هي بنسبة 79% ممن يتعرضوا للتحرش حدا من العائلة حدا من الأقرباء حدا من أصدقاء الأقربين للعائلة فبينها أنه نحذر أولادنا من الغرباء التحرش يتم في البيوت فالولد اللي خاصة من حدا من الأهل أو حدا من الأخوة الأكبر منه ونحن نفكر دائما البنات الأولاد الصبياني يعني الذكور يتعرضون لتحرش الجنسي من ذكور أكبر منهم بنسبة أفوق أحيانا البنات فيه دوائر معينة فهذا الولد يعيش يحمل هذه الألام معه كل حياته ولما بيتزوج إذا ما عالج الأمر بيكون فيه نوع من الخلل والست يعني بتخاف من زوجها أو تنظر إليه وكأنه إلى آخره عنف الحروب يعني أنا بشوف الأولاد اللي أخدوهم مثلا دواعش وإلى آخره وعملو لهم غسل دماغ وعطوهم سلاح يروح يقتلوا أهلهم لأنهم كفار مثلا هيدا شو بدي يطلع إذا ما تدخلت نعمة الله في حياته أدرك فهيدا جروح نحملها مدى الحياة للأسف فيه شخص حبيب مؤمن خارم للرب طيب بركي لي عمره فوق 80 سنة يخدم الرب محب قال لي لحد هلأ بوع في الليل مذعور لأني أحلم أنه أبي حامل العصى وراكد وراي اللي يضربني هيدا كان يصيره صغير بسبع عنف أبو غافر لأبو أبو صار في الدنيا تاني لكن الأمور باليقظة فيك تطردها والأنا دفكر هذا التفكير لكن أنت ونائم موجودة أمور موجودة فينا الله يعطينا غلبي يعطينا نصر عليها لكن أحيانا ترافقنا هناك نشأة اجتماعية معينة بتعلم الناس أنه مش بتمردهم لكن تقول مثلا نشأة تقمع النساء مثلا فهالنساء معرضين أكتر من غيرهم يعانوا الاكتئاب ويعانوا القلق ويعانوا بعض الأمور خاصة تعرفوا للعنف الجسدي هناك ضغوط الحياة العصرية التي نعيشها ياللي الإنسان ارجع بس ستين سبعين سنة لورا قبل الميديا وقبل الكهرباء وقبل مئة سنة حياة الإنسان كانت بسيطة الرجل يعمل في الحقل الأمرأة تعمل في البيت الأولاد يساعدون إما في الحقل إما في البيت لأن المدرسة كانت سنة سنتين ثلاثة مش الكل يتعلم المساء بيتعشوا مع بعض بيدفوا الأنوار بيخلدوا إلى النوم لا ضغوط الميديا ولا كل هالأمور ولا الشغل والسهر والركض وبدنا ننجز وكل المصاريف وكل التأمين وكل الفواتير هذه كلها ضغوط علينا لأحيان الإنسان لسبب استعداد عنده أو عنف الضغوط يقع في مكان معين خذ إضافة إلى ذلك صدمات الحياة خذ إضافة إلى ذلك العنصر الروحي اللي هو الخطية و نتيجة الخطية الذنب بس خذها الشغلتين مثلا إنسان يسرق يختلص من عمله عايش بخوف مستمر عايش بقلق مستمر إن يكشف أمره وإن كشف أمره طرد من عمله ربما راح إلى المحكمة فحكم بسجن أو تعويض مالي وإذا عنده ضمير الشعور بالذنب إذا حدا مدح وبيقول له أنا أهنئك أنت أنسان مخلص بيقول له شكرا لكن من جوعا بيقول أنت يا حقير يا ممثل أنت السارق أشكر الله أنه ما بيعرفوك أنا في واحد قال لي أنا بوقف دي مراي لمشت شعري بتطلع فقط على شعري لأنه ما عندي جر أتطلع بعيوني بالمرأة لأنني أشعر بالخجل من نفسي شعور بالذنب شعور بالقلق فهذا الشعور بالذنب خدنا السارق هو أمر بسيط لأنه منفصل على الإنسان خذ الذي مثلا يخون مرته بيجي لعند مرته أنت حبيبة أنت حبيبة تاسبي قلبه أنا إنسان خائن أنا أشكر الله أعطاني إياك زوج مخلص هذا كل ما مدحته كل ما شعر بالجرح أكتر لأنه في داخله في هذا الجهاز الذي اسمه الضمير يوجد إصبع الانتقاد والاتهام له ويقول له أنت لست كما تظن كما يظن وهذا بيخلق كل أنواع ردات الفعل وكل أنواع الغليان الداخلي كل أنواع فالمسببات كثيرة كثيرة جدا بإضافة إلى ضعف ما بيكون موجود عند الإنسان شوف مثلا الناس الذين يعانون الفوبيا وهي عشرات الفوبيا الفوبيا أي الهلع أو الخوف الزعر الخوف من الحشرات الخوف من الكلب الخوف من الظلمة خوف من الارتفاع من الأفعى من الطيران الخوف من الحيوانات وقات الخوف من أشياء تضحك مرة في ست عندها خوف من الألمانوم راب هيدا الألمانوم بس تشوفه أو تسمع صوته تنفجر بالبكاء هذه علاجها أسهل من غيرها بس قدي عنا مخاوف أحيانا طبعا الإنسان ما حكينا عن الطباع هناك أربع أو خمس طباع أساسية إذا حد يهمه في كتاب له تم له قديم اسمه الأمزجة البشرية وقدرة الله يتناول الموضوع بشكل بسيط أربع أو خمس أخوة بالبيت تتعرضوا لنفس المشكلة واحد ينتصر عليها وواحد يقع تحتها ليش؟ مش لأنه هذا أقوى وهذا أضعف هذا أذكى وهذا أغبى لكن في شخصية جريئة صلبة في شخصية عاطفية في شخصية ناعمة طرية في شخصية انطوائية فأنا تفاعل بطرق مختلفة ولكن كل إنسان مننا لابد في وقت من الأيام من الأوقات يتعرض للاتراب إما المشاعر إما الشخصي إما النفسي إما العقلي بنسبة مختلفة فخلينا يكون متواضعين يقول له يا رب ارحمنا أنت شافينا أنت تعطينا السلام والرب قادر أن يشفي ترجمة نانسي قنقر